سامية الخمسة ماشي اوكي لان كان في محاضرة بتاعت اول مرة اللي هي كانت في الكلية نفسها. اه فانقول بسم الله ونبدأ اولا اه ان احنا نستعرض ان النهاردة المحاضرة دي بتتكلم عن ولو انتم مفاكرين بس عايز تأكيد اخير الصوت وصل. تأكيد اخير الصوت واصل وكله تماما? اه دكتور استوى تواصل تماما. شكرا. طيب. اه احنا بدأنا اتكلمنا فيها عن اه بتاعت التكييف ويعنيه اتشباك ويعنيه اشري والكلام ده كله. وبعدين بدأنا نتكلم عن السايكومتريك. السايكومتريك تشارت ليه اخب مننا وقت كتير? اخب مننا تلات محاضرات تقريبا. علشان خاطر هو من الاهمية بمكانه زي ما اتفقنا انه هو اللي بيفصل وبيفرق ما بين المهندس اللي عنده خبرة في التكييف اللي فاهم هو زي ما احنا بنقول. اللي فاهم يعني ايه آآ بروسس. ويعني ايه بروسس تنفع تتعامل? وبروسس تانية ما تنفعش تتعامل? احنا بنقابل الناس في الحياة العملية بتلقاه بيتعامل مع الكولين كويل ده انه هو يقدر يعمل اي حاجة في الدنيا. والكلام ده طبعا مش صح لاني فيه بروسسز ينفع عملها وفيه بروسسز ما ينفعش عملها. الاجراءات المختلفة في معدة التكييف مهم جدا ان المهندس الشاطر يكون عارفة. معظم المهندسين بيعرفوا يتعاملوا مع الكولين كويل اللي هي المكانة التقليدية الترادشنل. لكن لما بنبدأ نحتاج سبيشل بروسس ونبدأ نحط مختلفة بيبدأ انه هو ما يعرفش يتعامل معها. محاضرة السايكروماتريك اعتقد ان هي حلت جزء كبير قوي من النالج دي. طيب بيقى عندي دلوقتي معدة بتعمل عملية تكييف هواء. طيب السؤال المعدة دي عشان توصل الهوى بتاعها وتوزعه على الناس. نعمل ايه? الله? هواء وتوزيع. طيب. لما نبدأ المحاضرة طبعا دي مين اللي احنا اتفقنا عليها واني احنا دايما بنعملها في بداية كل المحاضرة. واللي احنا هنتعرض لها تخلال المحاضرة. طب انت لو انت عايز النهاردة توضح لي ايه هي اهمية المحاضرة دي انت قول ايه? اول حاجة اقول لك لما احنا بنقعد في اي تجمع مع بعض. وتلقى الناس تبدأ تقول لك اوى الله اصل المكان ده سائع اوى انا مش عايز اقعد فيه. والمكان ده حر اوى انا عايز اقوم منه. والمكان ده كزا والمكان ده كزا. طب ده معناه ايه? ده معناه ان توزيع الهوى الاير بيتوزع بشكل خاطئ مما يؤدي ان فيه تباين في دراجات الحرارة. اللي منكم اشتغل في مشروع تخرج بتاع بيعمل لتكييف مكان ما. فيبدأ ايه لقى بتاعة الالوان فيه جزء احمر وجزء ازرق وجزء اخضر وجزء مش عارف ايه. معناه ان فيه براية كتير جدا في وفيه ناس مبسوطة وفيه ناس مش مبسوطة. اي نظام يعني نضيف وتصمم صح مزبوط مستحيل يسيب الارية توزع بشكل خاطئ. يبقى واحدة من الحاجات المهمة جدا في التشابتر ده ان احنا نتعلم ازاي تم عملية توزيع الهواء توزيعا سليما لانه جزء لا يتجزأ من جودة عملية تكييف الهواء. طيب بما ان احنا نوعنا اساسا بالتكييفات المركزية وبالتكييفات اللي بتشتغل على الزونز كبيرة. ازاي المعدة لو انا عندي جهاز في البيت والجهاز ده بدأ يدي مساحة اكبر زي مضرر. ولازم الجهاز ده هيبدأ يكبر. ولما الجهاز ده هيبدأ يكبر كمية الهواء اللي خارجه منه تبدأ تكتر اكتر. طيب اعمل ايه في الهواء ده? لو حطيتم النقطة واحدة اكيد اللي قاعد قدام النقطة دي هي ايه? هيتجمد. فهنا بدأ يظهر ان احنا نازم نعمل توزيع هوا. ومين اللي يقدر يشيل الهواء ده ويحمله عشان يتم توزيعه توزيعا سليما هو مجاري الهواء. مجاري الهواء باللغة العربية لها الاير داكت. الاير داكت ده هو عبارة عن شيء بيبدأ انه هو يتعمله شكل مجاري يا اما دائرية زي ما انت شايف هنا او يا اما ريكتانجلور. والريكتانجلور زي او السكوير يعني اخوات يعني. تمام? علشان من المعدة ادي المعدة بتاعت الهواء اهي? مم? اللي بتجيب الهواء البارد. ابدأ اوزع قدام ويمين وشمال عشان اعمل ابروبريت اير ديستريبيوشن. اعمل توزيع هوا سليم. الدكت ده هو هدفنا اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة مع مخارج الهواء. ده خرج من سوفت وير تري دي. بيحل ازاي زي ما انتم شايفين? اه في معدة اهيا. وادي المعدة فيها فان اللي هي مروحة. وبعد الفان ديا بدأ يخرج الاير داكت ها? بالشكل ريكتانجلور سكشن. ويبدأ يخرج منه براينش لاين. من المين لاين. المين لاين هو دايما المتوصل على المعدة الرئيسية. يبدأ يخرج منه براينش لاينز يمين وشمال. ويبدأ يتفرع الموضوع علشان يبدأ الاير يتوزع بشكل جيد في المكان المرارب التكييفي. طيب. وده نفس الكلام بس بشكل يعني ايزوماتريك اكتر من كده شوي. عشان نحكي القصة بتاعتنا دي لازم نبدأ الاول باول سؤال ييجي في زهننا. هو شكل الدكت ده بيكون ايه? من ناحية الشكل. من ناحية الشكل هو بياخد شكل قطعيني. يقطاع دائري يا اما قطاع ريكتانجلور. واللي يعتبر من ريكتانجلور. طيب. هل ممكن ياخد لازم ياخد لازم ياخد شكل لو هو بيضاوي? غالبا لا. لانه صعب جدا في التصنيع وزبط بتاعته اي وبي بتبقى صعب جدا. الكومن هو الراوند ثم الريكتانجلور. والحقيقة اني التصنيع بتاع الدكت اصلا زي ما انتم عارفين هو منبعه اساسا عبارة على هو عبارة في النسبة خمسة وتسعين في المية بيبقى عبارة عن ها ستيل. يعني حديد متجالفن. حديد متجالفن. والحديد ده شيك متل ده. نما بيتجالفن بيتحط نسبة جالفنة معينة لدرجة ان احنا احنا بنختبرها في الموقع دي بتتوصف. ودي افيها باند سرقة كبير جدا لو كان المقاول عايز ان هو بينفز عايز ان هو آآ يسرق من الشغل ممكن يلعب في نسبة الجالفنة لان دوا مع الوقت بيخلي بتاعة الداقت دي مش افضل شيء. اذا بكل بساطة اذا بكل بساطة الار داقت ده هيبدأ يروح يمين وشمال سواء مقطعه دائري سواء مقطعه ريكتانجلر عشان في النهاية يروح يرمي الهوى على حضرتك او على المكان المراد تكيفه من خلال الار اوتلتز. يبقى انا عندي العناصر بتاعة الموضوع تلاتة هي عبارة عن معدة بتطلع تكيف اوكي المعدة دي اللي هي المين كولينج اكويبمنت متوصلة بداقت وفي الاخر الهوى يترمي على الناس بحاجة اسمها اير اوتلتز. ده يسلم ده يسلم ده. اللي انت بتشوفه وانت قاعد في عيادة او انت قاعد في مسرح او انت قاعد في السينيما او 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 ده عبارة عن الار اوتلت اللي بيكون وراه دقت اللي بيكون بيغزيه اصلا اكويبمنت به الهواء البارد اللي هو الهواء المقرف. طيب. طبعا المخارج ده بحر كبير جدا. فيه اشكال كتير جدا للمخارج دي. انه مفهود كان فيه معمل ان احنا نشرح فيه الكلام ده لو فيه وقت او مصيب ان احنا هنقوله هنقوله. فيه عندنا كده موجود عليه شكل مخارج الهواء سواء المستدير او سواء كان المربع او سواء كان اللينير او سواء كان او سواء كان اي شكل اخر ممكن يكون موجود ده لازم يكون بالتنسيق مع المهندس المعماري للمشروع. هو عايز شكل الاير اوتلت تكون شكلها عامل ازاي. وكل دوام بيكون وراء كوست وكل ده بيكون وراء كوست كتير جدا جدا. يعني على سبيل المثال ممكن ممكن نشوف اه 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 على سبيل المثال حاجة شكلها مربع كده. تمام? سيرينج سكوير ديفيوزر. تمام? او انه يكون الشكل لينير. مين اللي بيخالي بقى لك اللينير ده اغلى. وبالذات نم بيبقى كيرفد. نم بقاش كمان بيبقى كيرفد. ده بيبقى اغلى واغلى. تمام? مين اللي بيحدد ده? اللي بيحدد ده بالمقام الاول هو المهندس بتاع الديكور بالتنسيق مع مهندس التكييف. حسب المشروع ده هو عايز شكله يخرج ازاي والكوست كامل. تمام? لا ده ممكن الموضوع ما يكونش من ده ممكن يبقى جايب زي ده. ممكن يبقى عبارة عن او بترمي الهوى من الجنب. وممكن كمان يكون زي الحاجات قاعات المطارات او العاب الرياضية لما بيتم تا كيفها بنستعمل ديا لان هي بترمي من يعني ممكن من ستة متر من تمانية متر عشان نبدأ ان احنا نستعمل واحيانا كمان بيبقى ارتفاع اكبر من كده كمان. ازا التلاتة اللي ورا بعض هم احنا قلناهم هم وبارة عن بتاعت التكييف وراها الداقت وراها الاير اوتلت. تعالى النهاردة نتكلم اكتر واكتر عن الاير داقت شيب. الاير داقت شيب كنا احنا لسه بنقول من شوية. احيانا انت بص على الاير داقت تلقى القطاع بتاعه دائري زي ما انت شايف كده. وخارج منه المخارج ايا كان شكلها. واحيانا تلقاه يكون ريكتانجلر. وزي ما انتوا شايفين القطاع بدأ بريكتانجل كبير. وبدأ يتخد منه تيك اوف تمام? علشان خاطر يبدأ ان المقاس الكبير ده يصغر. وبعد كده يتخد منه تاني ريديوسر يبدأ تاني يصغر. وهكذا حسب كميات الهوى اللي موجودة عندنا. شوفوا بقى اللي انا بقول لكم عليه. الشكل الداقت دايما القطاع بتاعه يصنف في جدوى المقارنة كده لو حبينا نعمله انه اما مستطيل ابعاده اتش في دابليو او دابليو في اتش. تمام? زي ما احنا هنعرف بعد شوية. اللي هو عبارة عن عرض موازل السيلنج الخرصانة. مضروب في ارتفاع اللي هو سقوط عمودي على السقف. يعني حضرتك موجود هنا. بهذا الشكل ده قطاع. او انه هو يكون الراوند الديامتر بتاعه دي. طيب. لما نيجي نقارن تعال نفتح كده جدوى المقارنة ما بين الاتنين وبعض. ادي اهو الراوند وادي اهو السكوير سكشن. وده كتير اوي السؤال ده بنسأله شافوي. ايه هو الفرق ما بين الراوند وايه الريكتانجلر شيب او سكشن في الدكت. طبعا الدكت الراوند دايما الدكت الراوند بيكون الاحتكاك فيه اقل طبعا. دايما طول ما انت ما عندكش بلغة الفليويد انت شطار جدا طبعا في الفليويد. ما عندكش مناطق فيها شارب ايج. كل ما الشكل يكون دائري. كل ما انت ما عندكش مشاكل لو تفتكروا في حاجة اسمها الباوند ليير والفريكشن اللي موجود. فمعناه ان دايما الريكتانجل ده بيكون اكيد مور فريكشن. عنده مور فريكشن عن الايه? عن الراوند سكشن. دي اول وجه للمقارنة. طب تاني وجه للمقارنة ايه? هو من حيث التكلفة. مين فيهم اغلى? بصوا. دايما الراوند ده بيحتاج صنعة ومهارة في الشغل بتاعه. خاصة انما بتيجي تغير من مقاس لمقاس. الدكت الريكتانجل فكرته بسيطة. هو عبارة عن دكت وبيبدأ الدكت يتعمله تانيات. تمام? اللي هو يقولك حتى بنكسح الدكت. تمام? والتانيات دي بيبدأوا ان هم يقوموا مجمعينها مع بعضيها ومقفلنا وخلاص على كده. فالريكتانجل دايما هو اسهل في التصنيع. واسهل في التركيم. تمام? والقطع بطاعته وارخص. تمام? لكن الناحية التانية الراوند داكت. التعامل معي بص انت حتى كده. حتى وره ما تيجي تبص كده هنا. تحس انه لأ مسلا ما تيجي تغير من ده مقاس اكبر لمقاس اصغر. القطع دي زبطها الريديوسر ده مش سهل. حتى لما تاخد تيك اوف الفتحة دي مش سهلا ما تقفل عليها. بعكس بتاع الريكتانجلر. تحس انه كله عبارة عن علب بسيطة. عبارة عن حاجات سهلة ان هي ايه تتركب مع بعضيها في الموقع بطريقات او باخرى. فده بيقلل كفاءة العمالة وسعرها. ووقتها فبالتالي دايما هنلقى ان الريكتانجلر لاسكسبانسل. تمام? وايزير في المانيفاكتشرينج والانستيليشن لو قرناه بالراوند ايه? بالراوند داكت. ماشي? لكن الحلو ما يكملش. اكيد مين اللي شكله احلى جماعة. اكيد طبعا الراوند شكله اشيك وشكله احلى. عشان كده لما بيبقى يعني مفيش سقف معلق. يعني مفيش سقف مستعار. يعني احنا لما بنيجن ايه? يعني ايه? وفي شغل اكسبوز وشغل مش اكسبوز اه طبعا. تعال كده بص هنا معي. الشغل ده يعني ايه شكل التصميم المعماري? قالك سيب كده مكشوف. الناس تبص فوق في السقف تشوفه. لكن في الحالة دي هنا هو هيدن. هيدن يعني ايه? معموله هو متغطي عليه فول سيلنج. فبدأوا يقولوا مش من الزكاء ان انا اقوم جايب الدكت الغالي اللي اسمه الراوند اللي متعف في التصنيع وهامحطه فوق الفول سيلنج واغطيه. انا ابدأ افكر في الدكت الراوند لو انا هعمل الشغل بتاع اكسبوز. الله? هو الشغل ده ميه اللي بيحدده? زي ما قلنا المهندس المعماري. احيانا المهندس المعماري بيكون. اولا عايز يوفر كوست. ثانيا احيانا بيكون ايه? قال يعني عايز يعمل ايه? نظام فيبدأ ان هو يخلي مواسير مكافحة الحريق بينا. والدكتاب بينا. واحيانا بيتنها اسود مع السقف عشان خاطر سيادتك كنتي يبص فوق ما تميزش قوي. الدنيا فيها ايه? فما تعرفش تشوف قوي التفاصيل بتاعة الملامح الجزء اللي موجود فوق. طيب. فازن لو انا بتاع اكسبوزد وانا عايز شكله يكون كويس. ومعايا في المشروع ومشروع ممكن اروح ان انا عشان شكله يكون اكسر قبولا في حالة ان هو يكون مكشوف. طب سؤال. لو احنا بنتكلم عن يعني 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 لو انا عندي شايل كمية من الهواء انا عايز القطاع بتاعه يكون مقاسه كزا. مين اللي يحتاج دايما اعمق? اكيد مين? اكيد الراوند. لان انا هنا في الريكتانجل قادر اعمل ايه? برافو يقول كده معي عشان اتطمن عليكم. اقضى ازود الاسبكت ريشيو. برافو عليك. ايوة الاسبكت ريشيو اللي هو بالبلد يقول لك ابطت الصاغ. يعني ايه بطت الصاغ? يعني تخلي مثلا دابليو تكون بتساوي تلاتة اتش. يعني نسبة دابليو على اتش تساوي تلاتة. تساوي اربعة. لحد خمسة ما فيش مشاكل عندك. فشوف انت استبدلت ده بكروس سكشن. ممكن يخلي لك السقف الصائد. الله. طب هو السقف الصائد مهم فين? عنق السقف الصائد. مهم فين? نحتاج الكلير هايت اللي جوه بقى جوه القوضة نفسها مايبقاش. ربع عليك. ليه اللي متليش? ان انا ان انا شقة شخص انا بامشي فين? انا بامشي تحت السقف الصائد. فلو انا وطيت قوي واقعدت بقى اقولي يا عم طب انت عايز كام? خد يا عم اه تمانين سنتي. فوق السقف الصائد وبتاع. طب الله طب ده ايفرد كان عندي الدور كله مفروش غير اتنين متر تمانين. يبقى انا اخلي الناس في اتنين متر? طب ما هنفع الكلام ده? قالك لا. انت كل ما تبطت السقف ده تعمل بحيس ان هي تبقى العمق بتاع السقف الصائد اقل هيكون احسن. يعني مثلا بدل ما اخد تمانين سنتي فوق السقف واتنين متر تحت طب ما تاخد خمسين سنتي واتنين متر تلاتين تحت. يبقى احسن? اه يبقى احسن. تمام? وهنا دي حتة بتخلينا بنسبة. فوق الخمسة والتسعين في المية. احنا بنروح لمن? بنروح ليه? ربوا عليه بنروح لريكتانجل اكتر من اكتر من خمسة تسعين في المية كمان يمكن تمانية وتسعين في المية من المشاريع. احنا بنشتغل بريكتانجل يبقى الراوندكت بيحتاج لو فيه احلى لو ما كانش فيه سقف صائد بس اغلى. لو فيه سقف صائد هيحتاج عمق اكبر لان هو طبيعته لازم دي في العرض ودي في العمق فما فيش فيه كلام. فبالتالي مش بيديني مرونة في مسألة المنورة وانتو عارفين طبعا ان فيه الميتيشنز على الهايت. فبالتالي ممكن يكون فيه مشكلة في هذه النقطة. طيب. لحد كده احنا. دكتور ممكن بس نكبر البرزنتشن. نكبر السلايد يعني. ماشي? طيب. احنا طبعا خدنا كده وجه مقارنة والتاني. فعايزين نكمل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. من ضمن اوجه المقارنة اللي انا عايز اقولها. هو بالمناسبة. هو لو انا عندي كمية هو اكس اسمها اكس كذا سي افاهم. عايز امشيها. تمام? هل السؤال? هل السؤال? هل الكروس سكشن اريا ده? عشان يشيل اكس. لو ده شال اكس لازم الكروس سكشن طي على اربعة دي سكوير. يساوي دبليو في اتش. ده سؤال مهمة. تاني. تاني. لو انا عندي مروحة. انا عندي مروحة. بتخرج كزا سي افاهم. هل سؤال? هل نفس المطلوب ليه? الراون داكت باعة واربعة دي سكوير. هو نفسه. دبليو في اتش? اه دب. هل ايه بتحسب كده? اه. والاجابة مش اه. ليه بقى? هقول لك ليه? لانه هنا المروحة دي ليها قدرة انها تشيل فريكشن معينة. صح? لو انا اشتغلت الراوند الراوند ما فيوش ديت ارياز في الايه? في الكورنرز. فبالتالي الراوند دا لو كان مساحته باي على اربعة دي سكويرد. دي كلها انا مستفيد منها. لما بعمل ابدأ الريكتانجل رشيب بيبدأ عندي بيكون في الكورنرز بيكون عندي ايدز وبيكون عندي باوندري ليرز بتخلي الفلو اللي ماشي هنا هو يبقى عليه فريكشن. فانا علشان علشان نفس المروحة عندي هي هي انا مضطر ان قيمة دابليو في اتش لازم تكون اوصح واكبر من باي على اربعة دي سكويرد. فمن الاخطاء الشائعة ان حد يقول لك او الله يا باش مهمز انا عندي حد الداكتراوند. حولولي الريكتانجلر يقومش حاسبها بشكل جابري ان باي على اربعة دي سكويرد بتساوي دابليو في اتش. الكلام ده جابريا ما يتحسبش كده. لان انا مش بحسب مجرب مساحة وبس. انا كمان عندي حاجة اسمها حاجة في لو بيتحرك. مش عايز اخلي الفريكشن اللي عليه يزيد. لو انا عملت نفس الباي على اربعة دي سكويرد بتساوي دابليو في اتش. المروحة دي ممكن تعجز على انها توصل نفس كمية الهوى اكس اللي عدر التمشي في الراوند. طيب. يبقى ازن ازن القصة بتاعت اللي احنا قلناها دي من شوية تقول لك ايه? تقول لك اني دايما بنسبة 98 في المية الراوند لا يستعمل. ليه? وبيستعمل الريكتانجلر لان في معظم الاوقات يا جماعة احنا عندنا عن الارتفاع. ليه عندنا عن الارتفاع دايما? ليه عندنا عن الارتفاع? يعني ليه كده ما نمشيش في سوق السقف الصاد براحتنا كده والدنيا تبقى حلوة? ليه? عشان التكلفة. اه. كل لما. تكلفة. لا في حاجة اهم كمان اه. في حاجة اهم من التكلفة. التكلفة باند فعلا. في حاجة اهم. ان دايما ترخيص المباني حسب الطيران المدني بيكون محدد بارتفاع معين. يعني مسلا المنطقة دي مزيتش عن عشرين متر ارتفاع اي عمره فيها. فالسؤال هل اعمل في العشرين متر دول? اربع تدوار ولا خمسة احسن? يعني امشي لك بتاعت براحتك. امشي لك بتاعت براحتك. وانا اخسر دور? ولا نبدأ في اللفظ نفعص في الموضوع? ونبدأ نيجي على بتاع نخلي الاسلابة اصغر ما تكون. اللي هي البلاطة الخرصانية. واجه على بتاع اللي مش عارف ايه وقوله يكون اصغر ما يكون. اه يبقى انت هنا مانتاش ماشي في الدنيا كده لوحدك. طبعا ده انا هيك عن الباند التاني اللي البشموندس قاله. طبعا التكلفة. تمام? والربحية والكلام ده كله. لكن مهم جدا انك تفهم. يعني انا زمان اي منطقة فيها مطارات سواء حربية او مدنية. تمام? دايما تيجي تاخد الرخص يقولك لأ انت اخرك كزا دو اخلك ارتفاع كزا. لان منورات بتاعة الطيارات حسب المسافة لازم يبقى فيها عندي مساحة بقصة بقى طويلة كده من هيئة الطيران المدني تبدأ تاخدها في الاعتماد. علشان تبدأ تحطها عندك. فانت بالتالي انت مش بتلعب لوحدك. انت عندك فيه قصص حواليك كتيرة لازم تاخد بالك منها. فهتلقى طبعا ده ده باند الاول والباند التاني. الباند بقى الاخير. انه طبعا الراجل المعماري يقولك ايه لا يا باش مهندس. لا. انا عايز اللي يقعد في المكان ده يكون حاسس بالارتفاع. حاسس بانه قادر انه آآ يحس بالراحة النفسية كلما زاد الارتفاع. انا عندي مشروع دلوقتي مش هجلال فيه. آآ آآ حاجة يعني في السعودية. قال لك الراجل ده عايز يحس بالحياة بتاعة زمان بتاعة البقية. طب نعمل له ايه يعني? تمام? قال لك لا خب بتاعك وما شبق فيه اصقف سقطة. طب نعمل له ايه? عاملين بقى احنا نعمل له ايه? نعمل له طرق. والطرق هي اللي نحط فيها اجهزة التكييف وند التكييف بالجنب بالطريقة مستخبية عشان هو يوعب مكيف وفي نفس الوقت. يوعب ما يجي يبص عايز يشوف الارتفاع. ها? وعايز يشوف العارف اللي هي سموها العراقة. يعني الراجل مزاجه كده يعني صاحب الشغل مزاجه كده يا الراجل صاحب القصر القصر ده. وما كزا مهمني يعني عايز يشوف الدنيا من البادية يعني بالشكل ده وانا. المهم مش موضوعنا. عايز اقول لك في الاخر انك انت موضوع بقى الضغط والسقف السائط والارتفاعات ده ده دي بيت كبير واختلاف كبير جدا بنقعد نتكلم فيه ونحل فيه في اجتماعات طويلة جدا علشان خاطر ما سبق ذكره يعني. طبعا قلت كلام كتير. بس في الاخر انت دو وقت دماغك فيها جدوى المقارنة وانا احب المهندس اللي بنهاه متسطرها. يعني سطر جدوى المقارنة كده وانا بتكلم وامحط في خانة وحط في الخانة تانية الريكتانجلر وبدأ يقول ادي وجه المقارنة ومع وجه المقارنة هبدأ اقول مين اه مين الاكثر اه مين اللي سعره اعلى اه ده ولا ده مين اللي اسهل في التصنيع طب مين اللي مهتاج في الفول سيلينج طب مين اللي بتاعه تضمين هو ده اللي انا احبه وبحب جدا انا الكلام المختصر انا لا اميل انا احب الرسمة والجدول ما بحبش الاسهاب الكثير في الكلام طيب البند ده البند ده ده البند الاول اللي انا كنت حاب تتكلم فيه بند التاني طيب بس انت كده تعال بس كده معا ما تختفنش ما تختفنش تعال كلمت بند تاني مهم خلاص انت كلمتني ان البند الريكتانجلر اه 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 غالب الاستعمال طب وقت بقوت السكوير يعني انا لو انا عايز احقق مساحة مثلا على سبيل المثال اربعة وستين انش سكوير طب واحد انك واقف قالك او الله طب ما تعملها مربع تمانية في تمانية واحد تاني قالك لأ ما تعملها ريكتانجل ستاشر في اربعة خلي بالك انت كوماند اني النسبة بتاعت الدابليو على اتش ما تزيدش عن ثلاثة انا شخصيا بحبش زيدة عن ثلاثة وفي نازم تسمح انها توصل الاربعة وخمسة في بعض الاوعات تمام ماشي فواحد قاعد يقولك يا عم ما خلاص بقى ما هو ريكتانجل ما تبطت ضرحتك تمام لأ هنا انا نقوله لا تعالى كلما كنت اقرب ما يكون للراوند كلما كان افضل مين الاقرب للراوند اكيد طبعا السكوير صح؟ السكوير اقرب ما يكون للراوند وهنا الاجس اللي موجودة هنا هو او الكورنرز ما فيهاش كمية ايدس كبيرة اذا ما قورنت به لما انبطت الدنيا قوي الله يعني لو انت عندك ضقتين اكوال في الاريا مين فيهم يعمل اكتر على الهواء؟ اه الريكتانجل ده وكلما الاسبكت ريشيو ما تزيد كلما تبطت اكتر كلما ها كلما الفريكشن يحصل له ايه؟ يحصل له زيادة وده مش تأليف مني على فكرة ولا عافية ده دور حاجة ترجع للشابتر بتاع اللي انت اخدته اكيد في في سنة تانية ها لو تفتكروا اللي هي الدلتا والدلتا سكوير مش عارف فاكرين الكلام ده انتو ولا لا طبعا هاتقولي مش فاكرين اكيد فخليني ما اسألشي واقول في الاخر ان ده احنا اخدناه في زمان احنا ما هنسين بقى شطار هندس لان شمس فاهمين كويس فليويد وفاهمين كويس ما هو احنا على فكرة احنا جايين نشتغل على فكرة على اهم مادتين او تلات مواد بالزبط هما الفليويد والهيت والثيرمو كل المواد اللي انت بتاخدها في تلتا ورابعة كمواد مبنية على المواد دي تمام كل ما تفهمهم اكتر كل ما انت افضل في فهم التطبيقات نرجع للموضوعنا يبقى انت هنا عندك خلي بالك بقى ده كمان هيبقى ليس ليس ماتيريال يعني ايه ليس ماتيريال هو انت لو جمعت الكريمترز دي تمانية وتمانية 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 بتاتين وتلاتين. طب يجبعها هنا كده ستاشر واربعة بعشرين يعني yİB 40 اكتر ولا تاتين وتلاتين يبقى لما تحد ذيكب نساحة هتلقى مين فيهم اللي هياخد مساحة اكتر? ها? الريكتانجل. الريكتانجل. طب ولو احطت عليه عزل. العزل ده بيجي عبارة عن بلانكت يعني بيجي عبارة عن اه بلانكت يعني ايه يعني زي زي يعني شيت كده رول ملفوف كده وزي بطانية بيتلفى حوالينه بيتلازك تمام? ها? مين اللي ياخد عزلة اكتر? الريكتانجل برضو. الريكتانجل برضو الله ينقر عليك تمام? ها? وكل ما تبقى الريكتانجل بقى اعلى كل اللي انا بقوله ده ما بيزيد المشكلة فيه. تمام? يبقى انت بتدفع حتة بقى حتة مش هيفهمة غير المواندس الجامل. بس اقول له مرة واحدة بس ايه مش عليك في الكورس. ده كمان في حتة كمان بنعملها. انت تعرف ان الريكتانجل ده يدخلك. انا مش هترحها غير مرة واحدة مش عادة تاني. يدخلك في تخانة اكبر. ليه تخانة اكبر? ليه تخانة اكبر? مين يقول لي? يعني ممكن يبقى الضغط هنا. الضغط هنا. بتاع الضغط اكس. ممكن تلقى هنا واحد ونص اكس. ليه بقى? وده في جدور على الفكرة بيحدده في حاجة اسمها اسمكنا. ليه بقى? ليه? مش ممكن مسلا. اللي قالت قوص ده ايوة ما يلبدش مع الهوى. خلي بالك بقى. نما كل ما اتضلع كده يطول منك يعني التمانية ديته بقى ستاشر يقول لك لأ با اتضلع ده ومش فاهم. مش تفهم اللي انا بقوله ده. ها? هتفهم اني القوة اللي موجودة هي عبارة عن ايه? هترجع للباوند اللي اخدتها في وهتعرف ان في حاجة اجهات قص موجود بيزيد صح ولا اقونا بتاع? والاجهات ده بيترجم لفورس والفورس دي بتترجم الانبعاج موجود في مين? طب ال ازا كنت انا مهندس يا عم واحد يقول لك يا عم انا جيل الصناية هو واقف كده. تمام? يقول لك يا عم اصصصاج هيلب. هيلب يعني ايه? يعني هيبدأ يعمل ايه? ها? انبعاج زي ما انت قلت كده ويبدأ ايه تقطق مع الايه? طيب. ده اللي هو اصله فين بقى? ده اللي هو اصله فين يا شباب? ان كل ما المساحة ما ها? بتكبر المعرضة. فبيبدأ اني القوة ها? بتاعة نتيجة الفيسكس ها? ها? فورس. امش حاجة اخش بقى في الفيسكس الشهير واخش في القصة ديا هي اللي بتؤدي في الاخر انا محبش اصل الكلام يتاخد كلام صناعي انا حب اه يكون انا عندي فكر الكلام العملي اه بس اصله النظري ايه? هو ده اللي بيفرق بين يا بنجيلي. صح? ده اللي بيفرق بين يا بنجيلي. ان انا بقى فاهم الاساس الاساس النظري بتاع كل حاجة جاي منين بشكل كويس. طيب. اه يبقى. بس هي المشكلة في الدكتل السكوير ده ايه بقى? ان احنا رجعنا تاني لايه? رجعنا تاني لايه? لمشكلة السقط السقط. اه من الفولس سيلنج عايز ايه? يجبر تاني. تمام? فعشان كده اه هو السكوير اسهل في التصنيع. انتو عارفين يا جماعة الدكت ده بيجي ازاي في الواقع? ده بيجي عبارة عن اربع اضلاع مفتوحين. عارفين يعني ايه مفتوحين? مش عارف اشرح لك ازاي يعني بيجي زي ما تجيب ورقة كده قدامك وليه بقى اه عاملها كده اربعة تربع. حل? ماشي? ويفرد الورقة تاني. حل? الدكت بيروح على العربيات النص نقل كده. وبيجي في الموقع بنقوم قفلينه عاملين السوري الشفة الليه في الاخرانية دي بالكسحات ولمش عاقفل اهم يا عشان ما نخشت في تفاصيل بنقفل. عشان خطر لو نقلنا وهو مقفول هياخد كما عربية ستمائة عربية عشان ننقل صح? فبنعملو احنا نخليه فلات كده عبارة عن زي الورقة بعد ما انت كسحتها بيدك على اربع تربع تمام? وبعد كده حطتها على العربية وبعد كده بناخدها وما عاملين بس التأثيلة في الموقع مش اكتر من كده. طيب تخيل تخيل انا بقول الكلام ده ليه? انه السكوير السكوير دكت قربك من الراون دكت فهو ده يعمل مشكلة في الفول سيلينج. يعني لو انت ما عندكش مشكلة في الفول سيلينج دبث اختار السكوير. كلام واضح هو. تمام? لو انت عندك في الدبث تمام? روح ليه بقى للريكتانجل بس بليز لا تصرف. يعني انا كراجل لحد النهاردة انا ما اصمم بحاول اخلي الاسبكت ريشيو اس مينيموم اس بوسيجل. وصلت الفكرة? انا ما وصلتش. واحنا اتكلمنا عن الراوند والريكتانجل. وتكلمنا عن والحالة الخاصة اللي هي اللي اسمها السكويري اللي هي تعتبر حالة خاصة من الريكتانجل. في مشكلة في الكلام ده? تماما دكت. الدكت ماتيليا الهيايية. مما هزي هي نقطة التالتة? مما يصنع الدكت? يصنع الدكت من الكومن بنسبة تسعة وتسعين في المية انه بيصنع من الجالفانايزد ستيح. حديد من جالفان. حديد وياخد نسبة جالفانة. ونسبة الجالفانة دي ما قلت من شوية بتختبرها. تمام? عشان ما حدش يسرقك فيه. طيب. الله? في حالة خاصة ممكن نستعمل فيها وفي حالات خاصة بنستعمل فيها البلاستيكس والإيه? والفايبرز. حيات فايبرز وبلاستيكس نادرت الاستعمال جدا. اللي ممكن ياخد الواحد في المية اللي هو بقيت المية في المية هو الستانلس استيل. الله? تجيب الدكت استانلس استيل? امتى تجيب الدكت نون متر? او امتى تجيب الدكت استانلس استيل? ما تجيبهوش حديد مجالفان. طبعا اكيد المقارنة هتقول ايه? اكيد الاستانلس ده ماله اغلى. اغلى بكتير جدا. اغلى بكتير جدا. والمنطق. عشان كده احنا ما بنروح لهوش. ما بنروح لهوش الا لو كان ايه عندي بقى? قالك في الحالات اللي ممكن ان احنا نستعمله فيها لو كنا في بيئة اجراسف. يعني ايه بيئة اجراسف? مثلا انا بعمل تكييف لمعمل كيميائي. بيطلع في ايه? في ايه? اه ابخرة الابخرة دي بتكون اجراسف جدا تاكل الدكت. تمام? لو انا النون متاليك استعمله امتى? لو انا بعمل تكييف لحمام سباحة مغلق. انتو عارفين جوه كلوري اللي موجود في حمامات السباحة ممكن يعمل ايه? بيبقى اجراسف جدا وبياكل الدكتل او الدكتل او الدكتل اتاكل. تمام? لو انت جبته دكتل عادي. يصدي ويتاكل. يتفاعل ويتاكل. تمام? فعشان كده بنروح لنون متاليك دايما في الحالات خاصة. هي حالات انها تكون فيه كروسي في اتموسفير. سواء كان حمام سباحة او معمل كيميائي او كذا او كذا. او في حالات ان يكون مطلوب هيجانيك اتموسفير. يعني هي هيجانيك يعني دو نقي. لانه دايما كلما طلبنا النقاء زيادة مثلا زي بعض اللي هي بتبقى عالية جدا اللي احنا بنحتاج فيها ان احنا نوصل ان احنا نجيب ستانلي سستير. ثم سالسا بقى واخيرا ودي مهمة جدا بعض المناطق اللي بتتأثر بالمتاليك. زي بعض غرف السكان. بعض اشعة اجهزة الاشعة ربنا ما يوري حد مننا. بعض اجهزة الاشعة بتتأثر بالحاجات المتاليك. عشان كده حتى حضراتك يقول لك الديني الموبايلات الديني المش عارف ايه قبل ما تخشها عند الجهاز. عشان النتيجة حتى اقلع الديب لا واعمل مش عارف ايه والكلام ده كله. لان النتيجة بتتأثر بايه? اه. السكان نفسه بيتأثر بالمتاليك. فقالوا احدى وسائل الشوشرة اللي ممكن تكون موجودة على بعض اجهزة الاسكان الحساسة. الدكت اللي موجود فيه. فبدأوا يقولوا ان بعض الغرف اللي هي من النوعية دي. يتديها صايد من بره من على الوش. يا اما انك تخش جوه بنان متاليك ايه? بنان متاليك اه اه بنان متاليك دكتس. اذا انا في نسبة تسعة وتسعين في المية. انا في لانه الارخص لانه الاسهل لانه الاوفر. تمام? فما بروحش للاستثناءات الا لاسباب استثنائية. تمام? اللي هي احنا قلناها من شوية صغيرة. مش بك. فده برضو طبق مهم ان احنا كمهندسين نكون و احنا بنتكلم عن اير داكت نكون عافية. دكتور. فده. هو يعني حاجة بتتكلم على البيوريتي از نيدد يعني لو انا عايز النقاء في الجو فدلوقتي الالجالفانيز ستيل بيقصر ازاي على نقاء الجو? لا طبعا لانواع معرض مع الوقت انه هو اللي بيجنزر وبيبدأ انه يعمل رصد عليه وبيبدأ الهوى الريطل دايما بتاع التكييف مع الوقت بشأنها مقابينا بيخلي نعمل المجرماتس على الهوى مع الوقت. يعني انا افتكر كان فيه مستشفى من المستشفى بدون يعني بدون ذكر اسمها السلام الدولي يعني وكان برضو من ضمن المشاكل اللي هي كان معمولة من سنة التمانين تقريبا فمن ضمن الحاجات ان بدأت الناس كتير يحصل لها انفكشن. اي نعم يا فيها اسباب كتير للانفكشن بس واحد من الاسباب لقوا ان الكواليتي بتاعة الدكت بدأ ان هو يكون سيء جدا وبدأ ان هو يكون مصدر ليه فبدأوا ان هما يعملوا وسائل كلينينج وليه الدكت وبدأوا ان هما بوسائل معينة كيميائية ان هما ينظفوا الدكت ويعملوا عملية جالفانة ليه علشان خاطر داخليا ما يبقاش فيه المشكلة بتاعة الايه. فالصاج فيلم جالفي حتى بص حتى في الصورة نفسها بص الفرق ما بندهما. طب انت ليه في البيت ما سوري ما بتطبخش الحالة بالحالة مثلا الكواليتي للستانلس ما بتجيبش الحديد العادي. ما نفس السبب. عشان بيصدي. اه بالزبط ما هو نفس السبب. الهوى برضو الرطب مع الوقت بيبدأ انه يخلي فيه نسب من تحصل مع الهوى. طب ما انا مجالفينه علشان ما يصديش. ما هو الجالفانة مهما بولك مع الوقت نسبة الجالفانة مهما كانت غير الستانلس. انت انا عايز اقول لك ايه? اه. عشان كده الجالفانة نسبتها مهمة في المؤيسة. عشان ما توقعش برضو ما انت برضو مش هتزود على درجة توصلها للستانلس. فانت بتعمل صح? بحيث انه العمر اللي انت دايما ببص ان هو العمر اللي بتراضي لأي مشروع ايه. المفترض يعني خمستاشر سنة. ماكسما وعشرين سنة. وكده كده بيحصل كامل. فاهم على كده يعني. خاصة ان فيه افتفاع كبير جدا في اسعار الخامات زي ما انتوا عارفين. اه. فلازم احنا نكون اه بنتكلم في حسب اقتصادية سليمة يعني. تمام. بيها عندي داكت. واتكلمنا عنه. تمام? بس الداكت ده لو كان شايل هوا اكزوست ما يهمنيش. لكن لو شايل هوا مكيف لازم اعمل له ايه? لازم اعمل له حل المشكلة ديو بوينت تنبريتشر. لو انا سبت الداكت. وسايل الهوا الساقع وماشي كده. ايه اللي هيحصل فوق الساقف الصائد? ايه اللي هيحصل? تنقيد. ايه التنقيد? سبب التنقيد ان الهوا اللي جوه سائع درجة حارة احداشر اتناشر وانا في يوم حر. وماشي في مثلا في بادروم او فوق ساقف صائد او في منور. الدو حر جدا فيه. وانا درجة السطح بتاعي لان اصلا السطح ده ده بيبقى يعني اقل من ده ده كسور من من ملي. تمام? فبيبدأ انه يبقى بارد من برا. فيبدأ يحصل عليه كوندنسيشن. فدلقى مع الوقت ده عملا ينقط مياه من براه. هو مش بينقط عشان خطر الهوا اللي جواه. هو بينقط عشان اللي من الجو اللي حواليه. طب الحل ازا ما احنا كنا بنحكي لو تفتكروا في السايكوماتري من شوية. ها? بنعمل ايه? بنعمل عزج. اه. فالانسيليشن ده اللي انت بتحكي عليه هو ده التوبيكر الرابع ومعش فاكر الرابع تقريبا في هذه المحاولة. الانسيليشن بيمنع الكوندنسيشن. بس كمان كهن هو بيمنع الكوندنسيشن حتى لو ما حصلش الكوندنسيشن. ده حاجة مهمة جدا كمان لازم لازم عشان حط. الخطرة احط العدل هي ايه? ان احمي. احمي الانرجي اللي انا دفعتها. اه. هو انا يعني حطت فلوس مبرد الهوى بيها كهربا وغيره وغيره. واجي ام ماشي الدكت بتاعي بدون عزل فالقوم الدكت ده وانواخد هيت من جنابه ومن فوقه ومن تحت. قال اهوب اللي انا مثلا اللي صرفته ضيعت خمسة عشرة في المية منه وانا ماشي كلاصص في الدكت ينفع كده? وطبعا قال لك لا. لازم نعزل الدكت عشان خاطر ايه كمان نعمل ايه? عشان خاطر اه 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 نمنع مسألة ان هو اه 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 بتاع الكولينج اللي انا عملته. كمان سبب كمان يمكن هو سبب اه يمكن ثانوي للدكت انسيليشن. احنا احنا بنعمل دكت انسيليشن من بره. واحيانا بنعمل حاجة اسمها دكت اه اه من جوه دكت انسيليشن دكت لاينار من جوه عشان النيز. ده يمكن في بعض الحاجات اه لو كانت المعدة اه 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 قريبة قوي من مكان حساس للنيز بنخاف من النيز بتاعة الجهاز فبنبدأ نعمل عزل داخلي وخارجي علشان خاطر اه النيز ترانس ايه ترانسيليشن اه اه واجه نعم. اذا الدكت انسيليشن ده حاجة مهمة جدا للاسباب السابق ذكرها وغالبا الدكت انسيليشن ده بيجي عبارة عن زي ما انتم شايفين كده رول او بلانكتس وبيبدأ ان هو يتفرد ويتلزق ويتعمل له احزمة في الموقع بطريقة معينة علشان خاطر يعمل ايه يعمل ما سبق ذكره بالنسبة للدكت. لكن وانت شغال لازم تفهم سؤال مهم جدا وبحب اسأله دايما للناس هو انت الدكت لين دور زي الاو الدور يعني ايه او الدور. يعني انا دلوقتي بنشرح في مدرج مثلا ولياكم مدرج رقم الف مثلا انا سمو ايه دلوقتي. وكان عندي المعدة بتاعت التكييف موجودة فوق السطح. حل? المعدة دي نزلنا بدكت. يعني بننزلنا بدكتين دكت بيدي لهوا دكت بتاع الرتير. فاكريني الاس والار بتاعت الاسبوع اللي فات. اه الهوى الاس رايح في دكت والار راجع في دكت. مشيت من حتة كده رقبة فوق السطح في الشمس وبعد كده نزلت جوه المنور وبعد كده امت دخلت جوه المدرج فوق السقف الصائد بدأت اوزع اعمل الناتورك يمين وشمال. سؤال. هو هل العزل اللي موجود فوق السقف الصائد في القاعة زي اللي موجود فوق? قال لو انا بكيف بالد وصخت لازم اعمل عزل. تخنته اكبر للاوت دور. ومش تخنته اكبر وبس. ده تخنته والدانستي بتاعته تكون اعلى. لان الدانستي بتادي معيار لايه? معيار اه انه هو تمام? يعني لازم على بعضيها بتاعة الاوت دور دي ها? تكون ايه? عزلة بشكل اكبر عن الان دور. مش كده وبس. العزل الاوت دور ده لازم يكون يعني ايه كلادنج? عارفين ورقة الفويل اللي موجودة في المطبخ? بس علاقات خن شوية. حقا كده مليمتر. لازم تبقى ايه? ها? موجودة داير داير العزل. ليه بقى? لان الفرانحة بيبنى مستحيل يسيب لك العزل الجميل اللي انت حطه ده كده. ده يقوم ارده لك. وبيتسلى عليه. واظون حضراتكم كتير جدا لو مشيتوا في مباني قديمة. بتلقوا اللون الاصفر ده. ها? مكشوف. وبطنه طلع. واحيانا سوري معطن كمان. معطن بسبب ايه? ان هو حصل في الجزء اللي مكشوف. والكون ده عمل ها? عمل عطانة في الجزء الاصفر اللي هو بتاع الايه? الماتيريا البتاعة العزل اللي هنحكي عليها بعد شوية. طيب. يعني ازا انا باختصار شديد جدا. انا باختصار شديد جدا اهو. انا عندي المادة بتاعتي بتاعة العزل. ليها تخانة. ليها كسافة. وبتاخد اللي هو طبقة الفويل التخين اللي موجودة برا. تمام? اللي هي بتوصل ل .6 مليمتر. تمام? فطبعا اكيد كالعادة السؤال البايخ واحد يقولك طب يا عم ما تعمل اللي جوه زي اللي برا. هنيجي نرد على اكيد بايه? بالفلوس. الله هي الفلوس مهمة للدرجة دي. انت لما هتتخرج هتكتشف ان اكبر بنقعد بنرغي فيه اكتر من الفنيات هو الخاصة خاصة مع ارتفاع اسعار يعني مثلا اه انا عامل تكييف عظيم. بعشرة مليون جنيه. طب ما نعمل نخليه بسبعة. نخليه بتمانية. ازاي? اه اختيارك بقى للسيستم وللماتيريال. دي قصة كبيرة بنسميها احنا برا اسمها يعني بيجينا مشاريع احنا بس دورنا فيها ان احنا نعمل عشان ما نخشش برضو بقصة ما تخصكش. ازا من هنا اه الاوت دور. لا يستعمل الا في الاوت دور لانه عن الايه? عن الايه. دور. قلنا كده الكلام ده? كواس كده? ماشي? يبقى التوبيك ده انا مش هعرف درقة اربعة او خمسة في اللي احنا كنا بنحكي فيه. مهم جدا انك تاخد بالك منه علشان خاطر اه نقدر اه اه نفضل لو حد عايز قال حاجة ما كانش هنبوسيد على دول. طب دكتور معلاش وانا عندي سؤال. اه حضرتك تكلمت عن العز الداخلي تمام? انما لو الدخل ده جنب المكنة. فبالتالي عشان اعزل الصوت فانا بحط ده ده عزل داخلي قصدي. عزل داخلي. طيب هو العزل داخلي ده ببقى مسلا قد ايه? يعني انا. لا هو عزل صوتي بالمقام الاول اكتر منه عزل للحرارة يعني هو موك نفيد في الحرارة اه ولكنه وغالبا ده احنا بنلجأ له العزل صوتي وغالبا. عشان بس انا مش عايز بس شكلت انتباهك قوي. اصل التاكيد ده المفروض كورس واحد واثنين وادفانسد فالدنيا. بس خلينا اقول لك كده سريع غالبا احنا بنعمله مسافة يعني من متر التلاتة بعد المعدة اللي فيها الفان لان دايما الفان دي مصيبة هي اللي بتنقل النوايز وبتعمل لنا مشاكل. فغالبا بنعمل العزل الداخلي. فبعض المشاريع اللي بالنوايز فيها بتكون كريتيكة لالية البيت عشان خاطر نعمل منع للصوت. واللي منكم على فكرة ما عرفش انتو خلاص انتو في الترمي التاني. فيه كورس انا ما عرفش هو اجباري عندكم ولا لا اه لو بتاع دكتور تامر النادي. اه لو بتاع البايبريشن. مش عارف هو اجباري ولا اه عندكم. كورس ده على فكرة رائع. المنص اللي بياخده بيزود له حاجات اه. انا ما عرفش هو دكتور تامر النادي برضو ولا اللي بيديه حقيقة بس يعني الكورس ده من الكورسات الرائعة لو قدرتوا انه كنتوا حتى تاخدوه اه لمعلوماتكم او كان دكتور هدايا يا دكتور. لله يبقى انا عزرا يبقى انا بس المغي قديم اشوية معلش سامحني امان? هو احنا خدناها بحاسة عمتا يعني سنائل الفاتحة. خدناهش يعني. شفتوا فيديو يعني. طيب ماشي. يلا خش على بعده بنخش على ايه حكاة ده يمني? ده يمكن التبق رقم خمسة او ستة في المحاضرة. هو احنا بنسبت ازاي في الموقع? اه بنيجي على مسافات معينة. ادي الدكت وادي العزل بتاعه. وبنقوم حطين ها? بيسموها زاوي. في الجماعة في الموقع. اخواتنا الصناعية. وبنقوم حطينه على اللي هو عمود الاكمن برضو بلغة الصناعية. وتحتيه صاملتين ولا بتاع? ماشي? ونسبت دفخ خراصانة فوق. طب. المنظر اللي قدامك ده يقول ايه? حتة بقى ايه? مهمة. حتة يجي يقولك ايه? لما يجي مهندس المعماري يقولك بص بقى باش مهندس. مرة جالنا كده مش مرة كزا مرة. يعني فيه فوند اسمه كيمبانسكي اللي هو كان اسمه امرانتي ميل زماني اللي جنب الفورسيزون. وانت انا اشتغلت فيه زمان. المبنى ده مبنى قديم وقائم كان. والمبنى ده المصيبة اللي احنا عنا بتاعلك لأ مش ممكن المبنى نهده. احنا عايزين نقومه زي ما هو كده خراصانة ونشتغل عليه. اكبر مشكلة وجهتنا ايه? انه مبنى مبنى قديم. اللي هو بتاعت اتنين متر سبعين اتنين متر تمانين واشي اللي نشعب ايه? تلقى نفسك عندك اتنين متر ستين. عايز تعمل فيه بساعة المعمار ايه? يلطني. يقول لك اه اه ده الناس وازاي الناس هتقعد في اتنين متر عشرين. طب اعمل ايه? اعمل ايه عشان نعم? ونبدأ بقى نتخاني ايه? او مش نتخاني يعني نبدأ ان احنا نتكلم مع بعض. اه. هو لو المؤنس المعمار الدك اربعين سنتي. علشان خاطر تحط فيهم الدكت. يبقى انت تقدر توصل لاتش في الدكت اربعين سنتي? هيتفعني? اكيد لا. اكيد لا. لانك عندك كزا حاجة. عندك اولا الانسليشن. لو احنا اعتبرناه ان هو اندور انسليشن فانت عندك جوصة فوق وجوصة تحت. صح? هم? ثم ثانيا انت عندك نفسه اللي هو تخانة ديا. ثم ثالثا انت عندك لازي ما عندك خلوص علشان خاطر يبقى فيه نفس تحتك وفوقيك. صح? علشان خاطر لو حد هيعدي بكبلك اهربة مش عارف ايه بالكلام ده كله. فعشان كده لقوا لقوا انه دايما انه دايما لو اني انت عايز تاخد قطاع عايز تقول آآ آآ لحظة كده. عشان بس انا مش عارف اعمل ايه هنا. اعمل كده تاني. كده بايز. يعني قطاع كده حتى بسيط وانت قاعد معايش بقى انا هرسم هعقب ايدي كده. فمش عارف هيوصل بدقة ولا لأ. يعني هنعمل كده كأن ده هنكتب عليه تمام? وبعدين باللون الاحمر. هنقوم شدين هنا اهو. انا هرسم دلوقتي هزوروني بقى من رسم تعبان. تمام? سحب. هم? وبعدين هناخد اللون كمان وليكن اخضر. ونقول ادي والله السقف الخرصانة اهو. من فوقي. معلش بقى تعبان طالع برضو شوية. ما كده كده متهشة. تمام? وبعدين هقوم ماسك كمان لون وليكن اللون الموف ده. انا هنا حطيت عمود اكمن من هنا. وعمود اكمن اللي هو من هنا. وهو حاطت من هنا الميتاليك ستراب اللي موجودة عندي من هنا. باللون ده. تحت كده. هم? وحطيت النط بتاعتي. وزبطت حالي. ولقيت السقف الصائب اي كده? عند الليفل ده. انا اعتبره الاسود ده. فلو كان لو كان ارتفاع الدكت ده اتش. وعرضو دابلي. وخلي بالك دايما انت عارف انا اسمي حمدي يا احمد. اسمي وبعد كده اسم ابويا. الله يا رحمه. تمام? ماشي الدكت هنا هون. لما بيجي يتكتب بيتكتب دابليو في اتش. دايما اسمه بيبدأ بالعرض. وبعد كده الدبس. فانت عينك اول ما تروح على مقاس الدكت تروح على فين? ها? تروح على مين? تروح على الاتش ده على طول. لو انا بتكلم عن عمق بتاع الايد? السقف الصائب. هل? السؤال بقى. هل ده اتش? هل ده اتش? هل ده اتش? هل ده اتش? ها? لك لا تعالى. اتش مين بقى? اولا عندك بوصة وبوصة عزل. يبقى دول اتنين بوصة كده راتول للعزل. صح كده? يبقى ده اتش زائد اتنين بوصة ده بتاعت العزل. وكمان عندك عشان خاطر اللي تحت بالكليرانس وفوق لو حد عدى بالكبل كهرباء ولا حاجة عندك كمان انش وانش كمان يبقى عندك اتنين انش ككليرانس. وكأنك عايز تقول ايه? ان عمق السقف الصائد. عمق السقف الصائد. ها? لا يقل عن عمق مضافا عليه اربعة انش اللي هما العشرة سنتي. دوا كده كايه? كحد ادنى. ان انا اضيف ايه? ان انا اضيف هنا عشرة سنتي. اللي هما احنا اتفقى انا نبوصة تقريبا انا اعتبارها اتنين من مصف سنتي. يبقى انت نما ييجي تقعد في اجتماع. اول ما يقول لك انا هديك سقف اربعين سنتي. يقول له يا باشا اربعين سنتي دي يعني عنق الدكتر عندي تلاتين سنتي. ماقدرش. تمام? او اقدر حسب بقى المشروع انت يعني من شكاتاته وخلاص يعني ساعة ماشي كده. اوكي? فانت لازم المعلومة اللي توصلك انك اي. طب افرد جيت دكتر دكتر اربعين سنتي. والدكتر تلاتي عشرين سنتي. يا سيدي حلو الحمد لله. يعني انا مش هقول له بقى لازم ده كويس. عشان خاطر انا عندي خدمات تانية. هو في مسئولة الفاير فايتنج هتعدي ازاي? طب هو الراجل بتاع كيبولت ري هيعمل ايه? وانا الواحد يماشي في الدنيا لأ انا عندي خدمات تانية فوق السقف. اه. فالورست السيناريو. لما انا اقول ان انا هعدي محشور محشور يعني كده. اه. عشان كده انا اما اديك مسألة اقول لك. اه عندك سقف سائط عمقه خمسين سنتي. وانت تعملي ان الاتش خمسين سنتي. يبقى كده انت فقط الدرجة دي. ما تزعلش مني. لازم تطرح ايه? لازم تطرح عشرة سنتي على الاقل. مش اقل من كده. يبقى دي الاتش بتاعتك اللي بتحكمه. معي او مش معي? ميش معي. تماما دو. تماما دو. مع حضرتك دو. او طبعا انا بس مش عارف اكتب. المفروض انك انت تكتب على. لو انا طلبت منك. اترسم ان دا الكلام دا وتكتب اأن دا الامه ان دا الامه. ان دي ٢٠٠٠٢. وندون وباراة عن ثراده رادو. sandau وباراة عن تراتي واطب دا وometown، وتبدأ تعمل الاتش والااتش بلاس بهذا الشكل. دي مشكلة في الكلام ده يا جماعة? تمام تمام. طيب. اه يبقى انا كده وصلت لي اللي انا كنت عايز اقوله في النقطة ديا اللي احنا مرسومة هنا بطريقة مبسطة شوية اه بطريقة او دي. خلي بالك انه بقى في الواقع يبدأ بقى شكله كده. ماشي ولو تسمحوا لي ازوم كده شوية. مكتوب في مقاس كزا في كزا. ده قلنا في الاتش. صح كده? ها? هو عرضه. يعني اللي اربعة وعشرين انش في اتناشر. اللي اتناشر ده العمق. اتناشر انش اللي هي تلاتين سنتي. اضربها في خمسة وعشرين ميلي. صح كده? او اتنين ونص سنتي. يطلع معاك انا بس احافظها عشان انا متعود عليها. تمام? يعني ده عمقه تلاتين سنتي عرضه اللي مرسوم ده كام? يعني اللي مرسوم ده هو الاربعة وعشرين انش ولا الاتناشر انش? الاربعة وعشرين انش. يعني ده وان بلان. لو سكشن هرسم مين? الاتناشر. ده مزاوة انسيليشن. ده اقول لو. لو هترسم سكشن. لكن ده بلان واضح جدا. طب مين قالك ان ده بلان بالمناسبة? يلا مين قالك ان ده بلان? ما البابة هو? يلا سيبوا الكنافة بقى وخليك معايا. صح الباب اهو? صح? الباب اهو راجل اهو صح اهو بان يعني ما بيكلش حاجة اهو اهو الباب. الباب يعني مش هيبقى صح? يبقى ده باب دبل طبعا. باب الشقة بتاعنا سنجل ده باب دبل عشان دي قاعة عمل لها باب دبل. طيب بالمناسبة ايه اللي مرسوم ده? ايه اللي مرسوم باللون الاصفر ده? ده الفول سيلنج اللي المعماري عامله. ولنا رسموا لينيار ده هم هنا اختاروا. شفتوا الشكل الخط الشيك اللي كان مرسوم شكله شيك اوي. بس غالي. بس دي ممكن ان انا بالتنسيق مع المعماري ومع المالك عشان بشكلها شيك ان انا اعملها لينيار. وقادي اقول مكان ده واضح ان او اخد من مكانتين. مكان اينين ومكان اشمال. وقادي اهو الدكت جاي اهوان. هتقول لي جاي منين? يا سيدي حسب المشروع يمكن جاي من 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 سطح جاي من غرفة مكينات جنبية. عمل مكانتين يمكن علشان خاطر الليمتيشن على الكاباسيتي وعشان خاطر ممكن لو ان في مكانة بايزة يبقى شغال بخمسين في المية. ماشي اوكي. يبقى هنا عندك يمين وشمال وابدأ ادي المخارج واحد اتنين تلاتة اربعة اه خمسة ستة يمين وستة شمال يعني الاجمال اتناشر. وبزوء انا الهوى بتاعي من خلال وكل ده طبعا قلبه خمسة واربعين درجة وده قلبه خمسة واربعين درجة. تمام? وبعدين بقوا مرايح ايه? ها? في قلبه تسعين. ده قلبه خمسة واربعين. المهندس اللي شغال ايه? مهندس كده رايق عايز اشتغل ها? من ناحية الفليود. اه فاكرين الفليود. ها? فاكرين الفريكشن. فاكرين السماينور لاصص. طيب مش مهم. ماشي. عايز يهدى شوية عالضكت. وبعد كده هم دخل بدأ يعمل في التاني وهو ماشي عشان خاطر يوصل الهوى للمخارج. وبالتالي تبدأ الناس اللي هنا يحصل لها. دكتور. تقدر تعمل شوية على موضوع بتاع الدكت. وهو ده اللي هيب عليها اسئلة بتاعك. تمام? وتعالا نعمل شوية ونشوف الموضوع في ايه? مش لكن النهار ده خلاني نبدأ ب تمام? ببساطة. وده يبقى الجزء التالي في المحارف. فين الريترن? هقول لك الريترن هنا بيتلم يعني انت دي سبقت انت فيها شوية. ده الريترن بيعبارة عن فتحة بيتلم من السقف الصائد. يعني هي بس الرسمة هنا مش مبتملة. الرسمة هنا ممكن تلقى ان السقف ده بيتلم فيه الريترن من خلال الفتحات دي. وهما هو بيشفط الريترن من على وش السقف الصائد. تمام? اه انت فاهم انا عايز اقول لك ايه? ولو ما انتهاش يعني هي ممكن مع الوقت مع الامثلة هتفاهمها اكتر ان مش دايما الريترن انا باخده بداكت. انا السبلاي دايما بوصله بداكت. لكن الريترن عشان نوفر كوست ونوفر كوردينيشن او داكتس احيانا بنخلي المكنة واقفة على الوش اين اوه وبنبدأ ان احنا نقوم واخدين الريترن بمجرد رأب تساقصه غيره قوي. واللم من فوق الفولس سيلنج وكأنه مجمع للريترن. ومش المفروض ده بيحتاج ان انا اعمل سيلنج كويس للفولس سيلنج علشان ما ايه? وبيخش في الحسابات كمان. بيخش في الحسابات كمان. اذا وبكل بساطة قواعد تصمين الدكترات اولا الستاندر سايز بتاعت الدكترات هي ماشية من اول عشرة سنتي فما فوق. انا حقيقة بحبش مقاسة العشرة سنتي اللي هو الاربعة انش. تمام? اه ما بحبوش لانه صعب في التصنيع بحب اكتر نبدأ من الخماشر سنتي. وان كان فيه طبعا الناس عظيمة جدا بتشتغل بالاربعة انش اللي هو العشرة سنتي ما فيش فيه مشكلة. دايما الناس بتكتب المقاس يا بالانش يا بالملي. فلو احنا بدأنا بالستة انش اللي هي خمستاشر سنتي اللي هي مية وخمسين ملي. اوكي? بنمشي دايما اتنين انش. اتنين انش دي اللي هي خمسة سنتي. هل ده معناه ان ستة وراها تماني وراها عشرة وراها اتناشر وراها اربعتاشر ستاشر. هل ده معناه انها لو لقيت في النص تلاتاشر? يعني الساق حرام عليك انك انت تحط مقاس لا مش حرام عليك ولا حاجة عادة انت ممكن تلاتاشر اللي هو اللي هو اللي هو تلتمية ولا تلتمية خمسين اللي هو تلتمية خمسة وعشرين. لكن احنا جرى العرفة في المواقع عشان الناس بتاخد المقاس بيبقى احيانا وورك مانشيب. دايما بنخلي النقطة بالخمسة سنتي. عشان خاطر حتى العلامات بتاعت التمتير او بتاعت المتر دايما بيبقى فيها بالخمسة بالخمسة عليها علامة حمرة واضحة. تمام? وعشان خاطر ما يبقاش عندي كمية مقاسات كبيرة قوي. يعني دايما فيه ستاب كده يعني سور انت مقاس الشوز بتاعك اتنين واربعين تلاتة واربعين ميفيش اتنين واربعين ومصة مثلا. لازم يبقى عندك ستاباية كده محترمة عشان خاطر تجام من سايز تو سايز. برضو لا لا ما اقصد انه فيه برضو ناس بتشتغل بالارقام الفردية. لكن الكمان هو الارقام الزوجية. تمام? الاسبكت ريشيو من تلاتة الخمسة. انا ما بحبش نعدي التلاتة. ده انا بحب اكتر نبقى واحد. لكن غالبا الوضع ما بيسمحش فبنروح لاتنين. نروح لتلاتة. انا بقول ان بعد التلاتة تكير قوي. لان زي ما احنا قلنا من شوية فيه ايوب من موضوع الاسبكت ريشيو انها تزيد. لكن لو انت اتزنقت في البروجيكت. لا تقدر توصل لحد خمسة. ما عندكش مشكلة. طيب. ايه الحاجات اللي بتحكم مقاس الدكتر? ايه الحاجات اللي بتحكم مقاس الدكتر? فاكرين من انما كنا بنتكلم من فترة كنا بنتكلم على الاير من وجهة نظر سبعة بروبيريتس. هاد اتنين هاد خد الباقي الخمسة. نفس الكلام في الاير دكتر. لكن الاير دكتر فيه اربعة بروبيريتس بيتحكموا فيه. لو عرفت اتنين هتجيب الاتنين التنين. ايه هما الاربعة بروبيريتس دول? هما عبارة عن الاير بوحدة الفلوريت. بوحدة السي اف ام. تمام? اللي هو كيوبك فوق هي وحدة الاير بلاصتي. بوحدة الاف بي ام. هي وحدة الدكت ديامتر. هي وحدة الفريكشن بلاص. كل حاجة من دول محتاجة شوية تمام? محتاجة شوية كلام. محتاجين فيها شوية ندي شوية تفاصيل اكتر. معي ومش معي يا شباب? اه دكتور اي اونت الفريكشن دي? اه ما دي هنتكلم بقى عنها لسه ندرسها هاشرح دلوقتي. تمام? معي ومش معي شباب. طيب. هنتكلم على كل حاجة الحد يعني كل من دول او كل حاجة من دول اللي حالها. وبعد كده هنتكلم ازاي بقى بنتحكم فيهم مع بعض والاتشارتس اللي احنا بنستعملها هنا ايه? اول حاجة الاير فلوريت. الاير فلوريت ده. مسلا على سبيل المثال زي ما انت كنت في المسائل بتاعة شيت وان بتحسب الاير فلوريت مسلا بالاير اتشينج ابر اور لو انتو فاكرينه. صح? بتجيب يعجيب منه فلو. او لو انت عندك معد التكييف بترمي كمية هوا معين زي ما هنتعلم نحسبها ازاي ان شاء الله في اخر الكورس. تمام? عشان خاطر تعمل تكييف معين للناس. طيب. دي كمية الهوا. كفوليوم فلوريت. طيب الهوا ده ماشي بسرعة كام. قال لك خلي بالك هي السرعة دي بتتحقيق يعني هو طب ما ايه مشكلة السرعة دي? انه انتو عارفين كلكم انه كلما ايه? ان الفلو بيساوي اريا في الاصل. صح? كل ما انا عايز اصغر الاريا ما اوضغت ده بفلوس. صح? فلو انا عندي الفلو عشر تلاف سي يفهم. عايز ازود السرعة عشان خاطر اقلل القطاع. طب ما تزود السرعة. ليه حصلين لما تزود السرعة? ده بيعمل بقى زي السفارة. صح? بيعمل زي ما انت بتيجي تصفر ببقىك فتكفل عشان خاطر تعمل نويز. عشان تعمل صوت. صح? فالدكت يبدأ يصفر ويعمل نويز معاك. فانت لازم هنا تكون ايدك متوسطة. ما بين انك ما توطيش السرعة عوي. فالدكت يكبر. او انك انت ها? متعليش السرعة عوي عشان الدكت يصغر والنويز تعلم. مين بقى اللي اصبح بيحكم هذا الكلام? جداول موجودة في الاشري. حسب الابليكيشن بتقولك السرعة المسموح بيها بوحدة الفود برمانت الاف بي ام. ها? مين مين فاكر الفود برمانت بالمتراع الثانية? مين فاكرها? مين فاكرها? المتراع الثانية كان ايه علاقته بالفود برمانت? تقريبا كان بيسوي كانت تقريبا. تلاتة? ايه تلاتة? تلاتة? تلاتة على عمرين? تبتاكدها انت باعرك بتهبدو بتاع انت بتاكل ايه? بتاكل ايه دلوقتي? انا كده دخلت عالك كنافة. كنافة? لا اخليك في الكنافة اللي بتاكلها. لا. مش تلاتة ايه كلامه وهابدو خلاص. ها? ها? المتراع الثانية بيساوي ايه? مش مهم. هو تقريبا بيساوي متين فود تر مينت. تمام? قدي بتساوي تقريبا متين فود تر مينت. ايه السبب? ايه السبب في هزا الكلام? ايه السبب في هزا الكلام? انه بتحويلة بسيطة جدا. انت عندك المتر تقريبا بتلاتة وكسر ما تحول للفود تلاتة وتلاتة من عشرة. ايه دا كان قضي دي صح. طب كمل طيب كمل طيب. وان هنا بنقول ايه? انت هنا بتحول من ها? ساكن. فانت لازم ايه? عالثانية. ليه? يبقى لازم كمان تعمل ايه يا بشماندس? ها? تدرى في سستين كمان. كمان. صح? فاحفظها تلاتة وتلاتة من عشرة في ستين تقريبا تسوي متين. يعني خليك معايا بقى سياك مكونافة وخليك معايا. لو انت النهاردة السرعة بتاعتك الف فود برمينت. بتسوي كم تقريبا متر على الثانية? خمسين. خمسين. يا جدع يا جدع. خمسة. 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 عن السرعات زي ما انت شايف بتاعت الجدول ده وقد ديره من الجداول اللي موجودة في كل الأاااا. بتقول ايه هي القيمة بتاعت الدكت فيلوسطي تمام? versus ايه? versus اه اه الابليكيشن. يعني زي ما انت شايف مسلا انا لو انا في ريزيدنشل مسلا السرعة بتاعت السابلاي دكت تبقى الف. توصل لالف. الف دي اللي هي خمسة متر عال ثانية. ريزيدنشل عشان الناس هتنام. طب لو انا مسلا دخلت في اه اه الافيس. اه ممكن توصل لالفين. طب لو انا دخلت في في مصنع. مهم بقى المصنع بص وصل للتلات تلاف. الله تلات تلاف دي تعمل ايه يا بشمهندس? تلات تلاف دي تعمل ايه? ها? ليه ليه عملت تلات تلاف? اه لان انا زينا ببقتش مهمة ده انا في مصنع. ففي المصنع انا ما يهمنيش قوي صح كده? ها? صح ولا? يبقى انا كده? اه ما يهمنيش هنا بتاعت النايز قوي في هذه الحالة. طب سؤال سؤال برضو ممكن حد جامل برضو يرد علي. هو انا لو انا في هاطل او لو انا اه في ابليكيشن حساس للميز. انت ممكن اخلي الصورة عالية وما يهمنيش. واقصر القواعد. وصغر الضغط وما عنديش مشكلة. احدى الحاجات اللي ممكن تخلينا اعمل كده هي ايه? نعمل العزل مثلا للقوضة? اه يعني اه لو انت هتعمل اللي هو عبارة عن مخفص ده بفلوس طبعا بنحطه. بس في حاجة تانية. او في مصنع دكتور او حاجة فمش هيهمنيش. لا انا بكلم عن هاطل دلوقتي. ام تكسر القواعد بقى بتاعت الالف وخمسمية والكلام اللي مكتوب ده? لو كان الدكت لا يستعمل الا في حالة الاميرجنسي. مسلا لو كان دكت بتاع سموك. دكت بتاع تضغيط سلالة. هذا الدكتور بيستعمل امتى? لما تحصل حريقة. هل ساعة الحريقة انت مهتم بالنويز? مش من اهتماماتي. خالص صح? فهنا انت ممكن انك تتغضع عن كل السرعات دي لان دي حالة استثنائية حالة اميرجنسي. ان تكون في نويز ولا يكون ما فيش نويز. تمام? طيب. خلينا نرجع للكلام الطبيعي المنطقي ان هذا جدول بينظم بينظم بينظم. اه مسألة السرعة اللي هي الايتم بتاع اه اللي هو موجود في الايتم التاني ده. يبقى اذا انا عندي بيساوي في الحاجة التالتة اللي هي اللي هو الاريا. صح? ما هو دول اللي بيتكلم مع بعض ولا انا غلطان. مين اللي دخل بقى بيتكلم معهم جديد ما شوفناهوش دايما ما كناش متعودين عليه. الفريكشن لص. يعني ايه الفريكشن لص? قالك يعني انت لو عندك فلو ماشي من نقطة واحد لنقطة اثنين جوادكت. وجبت افتراضيا مسافة نقطة واحد وداونستريم بعديها بمئة ادم حطت نقطة اثنين. سؤال. هو الضغط اعلى عند مين? مطت واحد اكيد. اكيد ولا الفلو مكانش يمشي بالطبيعي من واحد الاتنين. صح? طيب. طيب. طيب الضغط واحد اعلى من الضغط اثنين. بقيمة كام? تخيل افتراضيا على فكرة على فكرة المية ادم ده. المية ادم ده. عبارة عن حوالي لو تضربها حوالي بتاعتنا حوالي تلاتة وتلاتين متر فوق التلاتين متر يعني تمام? فتخيل تخيل انك انت هتجيب مانومتر. الرجل بتاعته الاولانية عند نقطة واحد والرجل التانية عند نقطة اثنين. الضغط الاعلى عن نقطة واحد هيزقل مانومتر كده. فاطلع لك فرق كزا انش مية. مية لونها احمر. تمام? ها? مش زيبة ده عمده مية. فده سموه انش اوف ووتر جرافتي. بالمناسبة هو انش المية. يديني كامباسكال. انش المية. يتوحد قاعد يقولك يا عمو بتاعتكيف در خنيج. متين تسعة واربعين. كم? متين تسعة واربعين. متين وخمسين برافو عليك. انا حب الارقام المقفولة. تمام? بالزبط. الواحد انش بيساوي متين وخمسين باسكال على طب. تمام? يعني دربته في ايه? فروجي ما عملتش حاجة عنكش اختراع على فكرة ايه. دربته فروجي تسعة تلافة ومية وعشرة. بكل بساطة. تمام? خلي بالك دي مية مش زيبة انا باكد اوه. فطلعوا الجماعة بتوع التكييف دول. وحدة قالوا لك ايه? هو في كام انش ووتر جرافتي لكل مية ادم داكتلانف. يعني لما توقف عنده نقطة واحد. ونقطة اتنين. وتقيس فرق الضغط ما بينهم. بمانومتر شغال بمية. وجبت في فرق الدلتا بي في هيئة اتش. او دلتا اتش يعني. الرقم دا هو الفريكشن لص. طب لو افترضنا الرقم دا طلع معاك تلاتة آدم لكل مية آدم. وطلعت المسافة ما بين واحد واثنين مية ادم. تاني. لو اعتبرنا ان الضغط اللي ماشي فيه الهوى. تمام? جبنا نقطة واحد. لنقطة اتنين. وجبنا الضغط الفريكشن. قال لك ان هو اللص عبارة عن تلاتة ادم لكل ميتة ادم. لو كان المسافة من واحد لاتنين مش ايه? مش مية. ديمتين. يبقى لا ارفق ده قد ايه? يعني ضف اتنين. كان واحد معان تين جنيه هيفكها ميتين. صح كده? خليك فاكرها كده. ما اقول لك انت معاك? لا يا عم المسافة ميتين وخمسين. ها? دي كام? اتنين ونص. بالزبط. اتنين ونص في ايه بقى? اضرب في تلاتة. تلاتة بقى. يبقى سبعة. ايوا يعني زي ما اقول لك انت معاك ميتين وخمسين جنيه. يعني ميتين ونص او ميتين وخمسين جنيه صح كده? صح فتنين ونص مضروبة في تلاتة اللي هي الريت ده اللي احنا هتعلمه اول المحاضرة الجاية ان شاء الله. نبدأ ناخد بيها الفريكشن بس. لعوا بقى ان الجراف اللي بيقدم الكلام ده كله مع بعضه هو الجراف الجميل ده. اللي هو هنبدأ بيه المحاضرة بتاعة الاسبوع الجاي ما هي علاقة ما هي علاقة تمام? الفلو مع الفريكشن ونشوف القصة دي? ايه حكايتها بالضبط? ماشي يا شباب? دي كده دي كده بالنسبة لنا المحاضرة لان لو احنا دخلنا الحياة في الاتشارت ده نحتاج على علاقة ساعة عشان نشرحه فهنبدأ بيها المحاضرة الجاية ان شاء الله. حد عنده سؤال في اللي احنا قلنا? عندنا سؤال على الميتم الساعة. امتى ان شاء الله? هيكون يوم خمسة ولا يوم سبت? هيكون يوم هيكون يوم تمانية ان شاء الله. يوم تمانية خمسة. يوم سبت. اه هو السبت اللي بعد اللي جاي. اه بزبت كده. وده متحن مش اونلاين ها? اه لا لا في الكل ايه? هيبقى في مضاج واحد واثنين. الساعة اتنين الضوء. تمام. هو الامتحان بواجن عم اه هنشيل شيط واحد مش عايزينه. مم? وهنركز على السايكرومتريك. تمام. هيبقى مسائل بس صح? فيش نظر. ان شاء الله. بس. مماشي? امم. قول لي عايز سألني في ايه كمان? ما تجيبش تشارت معك ولا حاجة. تمام خلاص يعني هو يبقى شيط اتنين اللي هو شيط ومحاضرة النهاردة مش دخلة صحي كده ما فيش نظر. لا ما فيش نظري ومحاضرة النهاردة مش دخلة. تمام يا دكت. تمام كده? تمام. اللي احنا عارفينه اللي اسبوع جاي شام النسيم انا ما عرفش انتوا هتاخدوا محاضرة ولا مش هتاخدوا محاضرة في شام النسيم? لا هشام النسيم يا دكتور بقى عايزين نشمش. طيب يعني انتم 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 اه اولا كل سنة وطيبين كل سنة والناس طيبين عندهم اعياد كلهم ربنا يخلي ايامنا كلها سعادة ان شاء الله كلنا. ثانيا خلينا اه خلينا نوقف المحاضرة اللي جاية. ونتقابل علمي الترمو على طول. تمام? في السايكرومتري. اه بعد المحاضرة اه انا مش عارف اه احنا لازم هناخد احنا احنا يعني احنا النهاردة. قديمي بس كده ما هاكو لحظة. اه كويس. انا بس كده لحظة ما هاكو بس لحظة. لحظة واحدة. طيب. شوف احنا هنعمل اه. انت بتقول انك عندك امتحان يوم السبت. الموافق كام? انت روح تنيني. تمانية خمسة. تمانية خمسة. اه والاسبوع ده كده كله يبقى كله امتحانات. اه هنبدأ هنبدأ من الاربعة الجاية. لحظة امتحة الاسبوع ده? اه لحظة امتحة? لحظة قبل يومين يوم حداشر. يوم حداشر? اه. حداشر خمسة. حداشر خمسة بالليل يبقى عندنا محاضرة. قبل يوم. ايه يا دكتور ليه? احنا احنا عايزين نعيش. خلاص يبقى نشتغل الاسبوع الجاية. ما انت مش هستوق كده 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 طب بروح منك محاضرتين. يا ده. يا دكتور. حداشر خمسة هيبقى تاني يوم عندنا امتحان مكتر ومتاني. يبقى نشتغل الاسبوع الجاية. طب يا دكتور. دكتور الاسبوع الجاية اجازة. يعني احنا لو. اكاديم الكالندر فيها اجازة. لا اكاديم الكالندر فيها اجازة الاسبوع الجاي. يعني سابت حد اتنين. تمام? واحنا واخدين التلات هدنة والله بع امتحانات. ماشي? وبعد كده هتخلص هنخش في العيد الصغاية على طول. بتهددني بالاكاديم الكالندر ولا ايه? نعم. بتهددني بالاكاديم الكالندر. محفوة في قلب يا ده. لا يا مش دي كصة يعني اه. اه. مش عارف اقول لكم. هو طبعا انا مش عارف اه مش يعني ممكن ما اعرفش نحدد كل حاجة دلوقتي. بس على عموم اه. بس اكيد نزل لكم في الاكاديم الكالندر الاتنين الجاي اجازة. اه 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 اه. ابعت لحركة الاكاديم الكالندر بعد ذلك. او انت مين? انت منص عمر او انا مين? انا او انا عمر. اه. طب بعتلي منص عمر عشان بس انا متطمن ان انا كده يعني. لا 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 ابعتها لحضرتك حول. تمام? اه ولو ما كانش كده يبقى احنا نتقابل بقى لاتر يعني احدد مع انا منص عمر واقول لكم انا مش عادر احدد دلوقتي اولا عشان كمان عايزة انا عايزين نتطمن هل الامتحانات هتم ولا هيتم تأجيلها برضو يا نقطة احنا مش راسقين منها لسه. اه. يا رب تت تأجل. اه مش بايدي يعني طبعا انا بقول لك لو حصل وانه حصل تأجيل الامتحانات يبقى احنا هناخد محاضرة عادي. اه طبعا لو لو في تأجيل احنا عادينا العادية خاصة. يبقى هنفور شام النسيم والاسبوع اللي بعدها هناخد محاضرة. فعشان كده بقى خلينا فليكسبل شوية كده. ما نعودش اندوقتي نحملها على نفسينا. احنا حددنا الميت ترمي فين خلاص. تمام. خدنا محاضرة وما خدناش محاضرة وخلاص الموضوع انتقى الميت ترمي في الحتة اللي انا قلتها دي خلاص. تمام? في التوت في التوت انتو خدتوا كم اه خدتوا كم اه اه شيط في الموضوع. اثنين وثلاثة. اثنين وثلاثة. اثنين وثلاثة. هم ما نعودش نربككم. تمام? وهناخد اثنين وثلاثة. بتوع السيكرومتري. تمام? ومش هناخد اربعة. اربعة مش هيخش اللي هو الجديد اللي هو بتاع الهوة ده. اوكي? بتاع الهوة ده. ماشي جاه شباب? المواعيب بقى هنزبطها ايه? هنزبطها مع المندوق بتاعكم عشان انا ممكن دلوقتي يكون كل الكالندر مش قدامي. تمام. تمام بسيطة. بالتوفيق وشكرا جدا. وكل صان طيب. حدرتك طريب. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة